ينصلح حال البلد إذا اخترنا القياديين من أصحاب الكفاءة والمرجلة مشكلة البلد عندما نختار مسؤولين نختارهم على أساس حبايب ربعنة وقول للحكومة الطيبة إذا تم اختيار مسؤول طنبور طين رح يخدم معازيبه ونفسه ما رح يخدم وطنه عشان تريد ما نشوف أي قضية حل في البلد على رأسها مثل قضية الإسكانية كل من يتنفع منها كل من يحلب منها القضية القضية الإسكانية صارت مثل البقرة كل من يحلبها وتستمر معاناة المواطنين من القضية الإسكانية وسكين الغلاء تنحر المواطن إيجارات غالية والبيت صار حلم للمواطن وصار المواطن يفرح ببيت على المخطط والله عيب نملك الملايين ولا نملك القرار الصحيح تدرون ليش؟ لأننا اخترنا قياديين غلط وعندنا إعلاميين شذابين وعندنا بعض النواب جبازية وعندنا بعض المسؤولين أبوابهم سكرة وتحركون بالريموت والريموت كنترول وعندنا السياسين يعتقدون هم صاروا فراعنة وهم في الحقيقة أغزام كل مشاكلنا تنحل يا جماعة إذا اخترنا رياييل ولأهم بس الكويت إذا دعمنا الكويتين الحقيقيين الذين الآن ما يباعون ولا يشترون إذا اخترنا كويتين يشتغلون من أجل الكويت وحبون الكويت تنحل مشاكلنا وصلنا لمرحلة تنباع البلد من أجل كرسي تنباع البلد من أجل المال وعندهم سياسة طز بالبلد المهم الحساب كان فيه عشان شديد سمرارية نهج تعين الجنبازية ودعم الجنبازية البلد تتأخر في كل شيء لكن تبقى الكويت غالية في قلوبنا ونبلع المر من أجل الكويت ونقول الله يصلح الحال ادعو الله أن يحفظ الكويت والله يصلح الحال إذا كان في الأصل في حال عز المشاهدين نروح لأخبارنا المحلية في حديث الكويت والناس طلعني يا مخرج واصل